في إطار الخطة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تم تشييد الحجر الصحي في جزيرة سترة حيث يتمتع الحجر بجاهزية فنية وإدارية وطبية عالية لاستيعاب ثلاثة آلاف حالة في ظل ما تتطلبه عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مملكة البحرين أنشئ هذا المحجر الصحي في جزيرة سترة بتوجيهات من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وذلك حرصا على ضمان التعامل بكل احترافية معه خلال الإجراءات الاحترازية المتبعة بناء على التوجيهات القيادة الرشيدة تم إنشاء هذا المحجر في جزيرة سترة وهو يتكون من ثلاث أقسام لكل قسم يستقبل حالات معينة الخاصة بهذا المرض ومنها الحالات مثلا اللي حاملة الفيروس يكون لها قسم مخصص خاصبه والحالات اللي توضع للملاحظة لمدة أسبوعين يكون لها أقسام محدد لها أيضا وأن المركز يعمل هذا المحجر أو المركز يعمل وفق الضوابط والقوانين المعمول بها عالميا في هذا المجال التعامل الاحترافي مع الحالات التي يبتم حجرها في هذا الموقع تخضع لإجراءات مستمرة من قبل كادر طبي مختص وفق معايير دولية حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع وذلك بإشراف نخب وطنية من الكوادر الاحترافية التي تواصل الليلة والنهار لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس والمراقبة والملاحظة المستمرة لجميع الحالات مثل ما تعرفون يتم استقبال الحالات وتكون مصنفة مسبقا قبل وصولها إلى الجزيرة وبمجرد وصولها إلى الجزيرة توضع كل حالة حسب تصنيفه في الجزء المخصص له ويقوم كادر طبي مختص بمباشرة هذه الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة والعناية به وفق الضوابط والمعايير المعمولة فيها عالميا في هذا المجال فالعيادات دائما في كل قسم تباشر حالات المرضى وتقوم بالفحوصات الدورية لهم لكن إذا استدعى الأمر وجدت حالة تدهورت صحيا استوجب نقلها إلى المركز الطبي الرئيسي في المحجر فيتم نقلها إلى هذه المركز ويتم التعامل معها من قبل الأطباء المختصين في هذا المجال وهناك أيضا إذا تطلبت الحالة نقلها إلى المستشفيات إذا تدهورت تطلب الحالة نقلها إلى المستشفيات فهناك سيارات إصعاف خاصة في هذا الموضوع تنقلهم إلى المستشفيات المختصة في هذا المجال جميع سبل الراحة والرفاهية في ظل غطاء صحي متكامل يتمتع بها نزلاء المحجر حيث يقضون فترة المراقبة والملاحظة بكل تسهيل من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس والكوادر الإدارية والطبية ورعايتهم المستمرة لهم في أجواء من اليقظة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي حالات أخرى لا قدر الله الحجر الصحي في جزيرة سترة قسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية يستوعب لثلاثة آلاف شخص قد يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد تتم رعايتهم هنا من قبل كادر فني وطبي متخصص للتعامل مع مثل هذه الحالات وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع من انتشار الفيروس يحلى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين